أي حدث تستغربه في العراق اسأل عنه إيران حيث الميليشيات التابعة لها تنتشر في طول البلاد وعرضها وهناك الأحزاب أيضا التي ترى في تهران محجة سياسية تفضي إليها كلما جد طارئ تصعدت هاجمات الميليشيات خلال الأسبوع الماضية ضد القوات الأمريكية في العراق والسوريا فاتجحت الانظار إلى نية إيرانية بإشعال أزمة نقليمية هي أقل من حرب وأكبر من رسائل وهذا ما كشفه تقرير لوكالة رويترز الوكالة نقلت عن مصادر مطالعة قولها إن قيادات بالحرس الثوري الإيراني أعطت الأوامر للميليشيات في العراق لمهاجمة أهداف تابعة للولايات المتحدة على لسان قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني زار بغداد مؤخرا وسلم الأوامر لزعماء الميليشيات المصادر أشارت إلى إعطاء إيران لميليشياتها في العراق خرائط للمواقع الأمريكية التي وضعت في لائحة الاستهداف مبينة أن حسين طائب رئيس استخبارات الحرس الثوري اجتمع مع زعماء الميليشيات لذات الغرض إيران التي امتازت بسرعة تبدل الأقنعة أكدت على ضرورة عدم المبالغة بالسهداف الأمريكيين تجنبا للرد وهذا يفسر سبب اقتصار الميليشيات عند مهاجمتها القواعد الأمريكية على الزخم الإعلامي فقط والحرص على عدم إيقاع خسائر بشرية أو مادية إيران تستخدم حلفائها في العراق كورقة ضغطا في ملفها النووي حيث ياتي التصعيد في وقت يشهد خلافات معقدة رغم الجهود الدبلوماسية لأحياء الاتفاق ضمن مفاوضات فيينا بدورها أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي بأنها استهدفت ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا والعراق بضربات جوية لردعها ومنع تهران من شن أو دعم المزيد من الهجمات على أفراد أو منشآت أمريكية علاقة برغماتية تربط إيران وأمريكا لا عداوة خالصة ولا حلف وثيق وبين هذا كله يتأرجح الوضع في العراق وفقا لإرادات وسياسات خارجية ترجمة نانسي قنقر